فؤال الثاني أدخل تحدى إنا وأخواتها ثم إحدى كان وأخواتها وأجل التغيير الثاني ألف أثمار ناضجة عند الوقول إنا على الجملة تصبح إن أثمار ناضجة فكر قالب العديد من فعل المناسب من أخواتها لإدخاله على الجملة لتصبح جملة تامة صحيفة مثلا أصبحت الثمار ناضجة انتبه هنا على الحركات في السن هنا عند الوقول أصبحت الثمار ناضجة لأن اسمها أصبح مرفوعا وخبرها منصوب باب المواطنون متعاملون نرحب هنا أن دخول لعلة وهي إحدى أخوات إن جعلت المبتدأ المرفوع اسمها منصوب وبقيت خبر مرفوعا لأن خبر لعلها مرفوع سأترك لك المجال لإدخال كأن أو بحد أخواتها على الجملة اضبط أواخر ما تحته خط ألف إن الصبر مفتاح الفرجي هنا الصبر وضعنا الفتحة لأن اسم إن منصوب أما خبرها مرفوع وكانت الحركة هنا هي الضمار باب كانت المدينة مزدحمة كانت المدينة اسمها مرفوع أما خبرها جاء هنا منصوب بتنمين الفتحة تذكر عزيز الطالب الجموع التي درسناها في الفصل الأول فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء أما جمع المتكر السالم يرفع بالوا وينصب ويجر بالياء جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة وجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ويعامل معاملة الاسم المفرد في الإعراض نهاية سأترك لك عزيز الطالب مجال لتختبر معلوماتك في سؤال إعراض ترجمة نانسي قنقر